مباريات الاهلي الثلاث المقبلة طبعا الاهلي رح يلعب مع الاتفاق في جدة يوم السبت 16 اكتوبر الجاري رح يلعب المباراة الثانية مع الطائي في حايل مبارتين صعبة لان اتفاق في وضع صعب جدا فرح يلعب مع الاهلي يعني ينا ينته وعنده مباراة مع الطائي والطائي اصلا بره ارضه صعب شوعة داخل ارضه اخذ من الاتفاق نقاط الان عندها مع الاهلي في حايل رح تكون مباراة محفزة لا كبيرة لتحقيق نتيجة هي تكون مباراة صعبة المباراة الثالثة الاهلي مع الهلال في جدة اعتقد ثلاث مباريات صعبة جدا ترتيب الاهلي الان الرابع عشر في دوري الامير محمد بن سلمان من سبع مباريات يعتبر هو الاهلي مع التعاون هم الوحيدين اللي ما حققوا اي فوز حتى الان منذ انطلاقة الدوري الاهلي سبع مباريات خمسة عادلات خسارتين مسجل ستة اهداف فقط في مرماع عشر اهداف يعني مشكلة دفاعية ومشكلة هجومية في ضغط جماهيلي لاعفاء المدرب هاسي في ناس يطالبون تغيير الجهاز الاداري في ناس تطور معهم الموضوع لرحيل الادارة النادي الاهلي اللي يعني من الفين وستعش من الفين وستعش لم يشهد الاهلي استقرار خمس سنوات شيل حط شيل حط شيل حط غاب ثنين وثلاثين سنة عن بطولة الدوري لغاية ما جاء الفين وستعش واتت ادارة ورئيس قدروا ان يحققون للاهلي الشي اللي كان يحلمون فيه فجأة استقال الرئيس ودخل الاهلي في الدوامة الآن في ضغوط ان الاهلي يستمر في هذه الدوامة كان لازم نسأل احد لازم نبحث عن احد يعني يعطينا رأي في هذا الموضوع يعني المشهد لو طلبنا من الادارة بيقولون اصحاب مصلحة لو خذنا الجمهور من جمهور متوتر الجمهور متوتر وقعد يشوف نتائج الاتحاد فيضغط اكثر اشتركوا في القناة